نبدأ النشرة من الشأن المحلي حيث وقعت حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة المالية اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة بشأن تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية فاتكا وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية وعن الجانب الامريكي ويليام بروباك سفير الولايات المتحدة لدى المملكة وتهدف الاتفاقية إلى ضمان تماشي المؤسسات المالية البحرينية مع القانون الامريكي ويعكس التوقيع حصن البحرين على تهيئة العوامل اللازمة لدعم تنفيذ القانون هذا وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الوثيق القائم بين المملكة والولايات المتحدة فيما يتعلق بتكريس مبدأ الامتثال الضريبي الجدير بالذكر مشاهدين أن أحكام الاتفاقية تسري على حاملي الجنسية الأمريكية وحدهم دون غيرهم وأنها ستأخذ طريقها المعتاد بالعرض على السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور والقانون وكانت الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقيات مماثلة مع معظم دول العالم في إطار العمل على ضمان تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الصادر في العام 2010 والذي يمثل آلية لمكافحة التهرب الضريبي في خبر محلي آخر وقع تمكين مذكرة التفاهم مع منظمة رواد الأعمال لتنفيذ برنامج تسارع الأعمال الذي يهدف لتوسيع نضاق أعمال رواد الأعمال البحرينيين ويرتكز عمل البرنامج على تقديم حزمة ممنهجة من الدعم الاستشاري تتناسب مع احتياجات رواد الأعمال البحرينيين بغية الوصول بهم إلى تحقيق مشاريع بحجم يتجاوز المليون دولار بحلول نهاية فترة البرنامج التي تستمر لمدة ثلاث سنوات كما يهدف البرنامج لاستقطاب أعضاء جدد في منظمة رواد الأعمال من البحرينيين الذين سيحضون بالنجاح في نهاية البرنامج هذا وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية التمكين الرامية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الممكة عن طريق دعم رواد الأعمال البحرينيين هذا ويعاد تسار الأعمال من منظمة رواد الأعمال مشاهدين برنامجا حديثا تم اختياره وتطبيقه في عدد من الدول وقد حقق معدلات نجاح متميزة لمؤسسات تحتاج إلى الدعم غير مالي مثل برامج التدريب والتوجيه لتوسيع نطاق أعمالهم وقد شارك في برنامج تسارع الأعمال 2800 شركة منذ 2007 بينما يشارك في حاليا 857 شركة بمعدل نجاح يصل إلى 15% من خلال 43 موقعا حول العالم والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة